دكتورة أجل حضرتك طبعا كان موسم صعب عليك يمكن أنت دورك السنة دي يمكن كان عليك حمل كبير أولا كان فيه توقفات وفيه كورونا وفيه لعيبة نفسها عنده كورونا وبيبقوا في عزل ويرجعوا وفي نفس الوقت تجهيز اللعيبة اللي بترجع حتى لو معندوش إصابة أنت لازم بيبقى جاي ممكن لو نزل جامد يتصاب يعني يكلميني عن الموسم دي وأكتر لحظات اللي كانت حرجة أو الفترة اللي كانت حرجة في الموسمين إحنا قصلا قراضي رجعنا من فترة الكورونا بنكمل موسم مش بنبدأ موسم صحيح صحيح فالفترة دي اللي بنات كانوا عايزين فيها مراحين فترة طويلة جدا مفيش يعني جسمهم طبعا مش مش قادر من هو يشيلهم نزلنا مرة واحدة الوقت ده حصل إصابات بس كنا بنحاول إن إحنا نفذيها بريكوفري أو بنلحق على طول بجلسات عليك طبيعي أو كده بس كنا قصلا بدقين كمان بآية الشامية ونادى كانوا جايين من قراضي إصابات مصوتت إيه العملية ومسر؟ ودخلت إحنا خلصنا السيزن اللي هو اللي كنا بنكمله بدين قاية دخلت عملية فكان طبعا الوقت تدايق جدا من إن إحنا يعني نضغط على البنات كان صعب كان بيجي أوقات مثلا لأ البنت دي ما يفعش مثلا ترايح فترة طويلة دي فندغط جلسات عشان تلحق تنزل أو نعمل ريكوفري فهو كان موسم صعب ووسم لخبط حساباتك كل جدا يعني أكيد أنت برضو حساباتك بتلخبطة يعني برضو إصابات بتيجي في وقت وانت مش عارف هجازيها إمتى انت عندك ديد لاين بتجازيها عليه ساعات زي ما كابت الحمدي قال المطشاة بتتأجل صح وإنه غلطة فتلاقي نفسك ايه أو مطشاة تبضر ما انت مش عارف هتعمل إيه فكان موسم بينسبة لكم صعب طب يعني أكتر وقت حرج وأكتر وقت كان عندك كوكتيل إصابات حلوة كده كلامتي يمكن كان فيه وقت فيه نرمين ودعاء الاثنين كان عندهم في نفس الوقت تقريبا في السنانة وده ضعموا مراكز مهمة جدا بزبت يعني عنصرين مؤثرين في الفرقة صحيح فكان في الوقت ده هما الاثنين جايين في نفس الوقت دي كان خدوا قده في الموضوع ده تلت أسبوعية يعني من اسبوعيين ثلاث أسبوع كولن يرجعوا بالفول باور بتاعهم كان حواليه ثلاث أسبوع تقريبا آية الشامي دي كانت يعني أنهي كانت راجع من عملية دخلوا في عملية تنيا ما لحقتش أسرا يعني ما لحقتش ترجع بفول باور بتاعها فجأة دخلنا في عملية تانية تأهيل طبعا كان بياخد كان بياخد وقت كبير طب الجلسات بتعملوها فين يعني في النادي احنا فيه واحدة علاج طبيعي في النادي النادي مدعمها بكل الاجهازة اللي انت بحتاجهاها على المستوى جدا على اعلى مستوى يعني فعلا يمكن ده بقى مش متوفر انا ما شفتوش في اي نادي خالص طب كنت بتلجأ الالاج الطبيعي بساعات بالمية ساعات بيقولوا المية بتبقى بتسرع من الالاج الطبيعي هل انت لجأت لجلسات تمارين في المية ولا مش محتاجة يمكن يعني في النادي هي مش متوفرة قوي بس فيه بلان لان دي تبقى موجودة في النادي اه هي موجودة يعني للأعضاء بس فيه بلان هي تبقى موجودة كمان للعيبة يعني لان هي مهمة جدا خاصة بعد العمليات التأهيل ده جزء جده من التأهيل يعني ففيه بلان لان عايزك في كده تجمادي هو السيزن ده خلاني جمد غزر علي اه طبعا سيدي جدا التعام السيزن ده قواني اهولي خدت خبرات تجير اخلي بالك اللي بيشتها في دليلالي بياخد خبرات جدا يعني اه 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 كان فيه مساء اصابات بتيجي في في الليلة موطش يعني ميتو حاببتي آآ ليلة الموطش مارين متولي اه آآ رقابتها كانت مش قادرة ترفع ترفع رقابتها ليلة الليلة ليلة موطش الصيد ليلة موطش الصيد والاسنسير وقف والاسنسير وقف وقفتنا 2-0 وتعدلوا وقفتنا الدنيا جميع وكل ده وقفت الحمد وقف على الخط يعني هدوء احسروا عليه والله ما شاء الله عادينا من مشدودين وقفت حمد وقفتنا من هدوء اه دوء البلاد اللي حد قالوا ما يتعصبش يا كبت اللي تحصب علينا احنا نستاهل يتعصب علينا احنا نتعصب احنا نتعصب اكثر احنا نتعصب